الماتش النهاردة الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز أقيمت فيها أو اتلعبت منها مباراة ومبارتان جريتان الآن وفيها فاز فريق البنك الأهلي على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد رغم تقدم تمسيح النيل بهدف في الشوط الثاني إلا أن البنك الأهلي نجح في تسجيل هدفين ليرفع رصيده إلى نفس رصيد أسوان وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وجميعهم تحت الإسماعيلي بنقطة وجميعهم يسبقون طلاقع الجيش والداخلية بنقطتين ثلاثة فالوضع مشتعل وهنتكلم عن تفاصيل هذا الوضع على مستوى من سيهبط من الممتاز إلى دور المحترفين على مستوى الدرجة الأدنى في الموسم المقبل أما المباراتين اللي قدام حضراتكم الباقيين فالأهلي بيتقدم حاليا على فريق امبي بهدفين دون مقابل والهدفين سجلاء في الشوط الأول عن طريق محمد شريف وأحمد عبدالقادر فيما يتعادل سموحة وفرق وهي مباراة نصف جدول ليست مقلقة لأي من الطرفين ولا على مستوى الصراع اللي فوق ولا على مستوى الصراع اللي في أسفل جدول الترتيب وإحنا بنكلمكم دلوقتي علي لطفي اللي بيلعب بديلا لمحمد الشناوي بسبب إيقاف حارس مرمى النادي الأهلي الأول لثلاث مباريات دي أول واحدة فيهم أصيب وخرج بعد شكوى من إصابة في العضلة الخلفية رغم إصراره على المشاركة والاستكمال للمباراة فمارسيل كولر قرر أن يخرجه ليدفع بالحارس الثالث مصطفى شبير وإحنا بنكلمكم دلوقتي حقيقة اللي بنقوله ده بنتكلم على التغيير الطراري أن الشناوي ما بيلعبش فنزل مكانه علي لطفي فخرج فنزل مكانه شبير لكن باقي أساسيي الأهلي باختيارات كولر جاءوا على مستوى لاعبين أساسيين لم يخرج إلا اللاعبين المصابين مباريح قلت لكم أنه كهرباء أصيب قلت لكم أن حسين الشحات أصيب قلت لكم أن محمد عبد المنعم أصيب فالثلاثة خرجوا فانضم بدلا منهم على مستوى الأساسيين في مواجهة أمبي اللي بنلعب في الديارة 80 منها سلاسي آخر لكن ما دون ذلك كولر بيوصل رسالة نحجز الأول بطاقة حصد لقب الدوري وما نعطلش الحسم لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا ولو عندنا قدرة في الثلاث ماتشات اللي قبل ماتش الوداد زهابا وإيابا ناخد الدوري ونرفع لقب التتويج بالنسبة للأهلي هو اللقب الغائب عن الأهلي لمدة موسمين طب ما نعمل كده الراجل اللي تقاله أول ما تم التعاقد معاه في سبتمبر اللي فات الدوري بالنسبة لنا أولوية قصوى الراجل اللي قبلك واخد معانا اتنين دوري أبطال أفريقيا لكن بسبب انه ضيع الدوري بقينا بصين له وإحنا مش مرتاحين والجمهور